بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين هنكمل مع بعض دراستنا في سفر عزرة إحنا كنا خدنا الإصحاح الأول والثاني كنا ابتدينا في الثالث الأسبوع اللي فات فإحنا مع بعض هنراجع بسرعة إيه اللي قلناه في الإصحاح الأول والثاني ونكمل مع بعض إصحاح الثالث النهاردة إن شاء الله إصحاح الأول شفنا فيه الملك كورش بيدي الإذن لشعب بني إسرائيل المذبيين باللي يحب يرجع منهم يرجع ودهم كمان الآنية بتاعة بيت الرب وقام بقصة الرجوع وبقيادة الشعب في الرجوع زر بابل ده والي الجديد اللي كان يبقى حفيد الملكي هو يكين فقاد الشعب ورجع بأوامر الملك عزرة وكمل معه الرجوع وقاد في طريق الرجوع زي ما شفنا في الإصحاح الثاني كان فاكرين العدد الإجزاجتي اللي خرج معه في الإصحاح الثاني إنين واربعين ألف تلتمية وستين واحد ده الإجمالي كله اللي خرج مع عزرة الكاهن سوري مع عزر بابل الوالي ويهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم خرجوا مع بعض ورجعوا بيقودوا شوفوا يا ماركو له اللايف ستريم اشتغل طيب نيك باتين هو اللايف ستريم رجع اشتغلتيني فعلا فشوفنا في الإصحاح الأول القرار بالرجوع وربنا نبه كمان روح الشعب نفسه فابتدوا يرجعوا والملك رجع الأنية بتاعت بيت الرب معهم وشوفنا اللي رجعوا القرار ده كان في الإصحاح الأول الإصحاح الثاني شوفنا الصاعدون من السبي القايمة بتاعتهم وشوفنا الناس اللي مقدرتش تثبت أنسابها مرة تانية وشوفنا الناس بتدي حسب طاقتهم الكبيرة العدد الإجمالي تقريبا اللي رجع اتنين واربعين ألف تلتمية وستين الرجال تسعة وعشرين ألف تمنمية وتمنتاشر والنساء اتناشر ألف خمسمية اتنين واربعين ده يوري مدى ضقة عزرة في حرق في سرد الأحداث ويؤكد أيضا أن هذه العشائر هي قبائل باسمها موجودة فعلي عشان ما يجيش حد بعد كده يقول أني ما كانش فيه الكلام دوت والنبوات دي ما كانتش موجودة وصفرة عزرة ده كلام من عندكم لكن ده يؤكد لنا صحة الكلام وصحة كل ما كتب في الكتاب المقدس فالإصحاح الثاني الأول يتكلم على الأنية السمينة اللي رجعت والإصحاح الثاني يتكلم على الأنية البشرية وعدد الناس اللي رجعوا قلنا ست مجموعات رجعوا القادة وعددهم اتناشر من القادة الكبار من ضمنهم زربابل ويهوشة شفنا الشعب وتم تصنيفهم على نوعين اللي سكنين حسب المساكن بتاعبتم دول سكنين هنا دول سكنين هنا ومجموعة تانية تصنفت حسب العشائر والقبائل وقلنا اليهودي كان بيحتفظ بي اس جلات بتاعة القبائل والعشائر بتاعته شفنا الكهنة رجع منهم أربعة تلاف متين تسعة وتمانين كهن ودولا من أربع فرق بس من أربعة وعشرين فرقة بينما هم معددهم مش وحش كويس يعني تقريبا عشر العائدين كانوا من الكهنة وده رقم برضو معقول لكن اللويين اللي رجعوا كان عددهم إلي كان كلهم مع بعض اللويين أربعة وسبعين والمغنيين اللي بيرنموا بني أسف مية اثنانية وعشرين والبوابين مية تسعة وتلاتين يعني جمالي كلهم تلتمية واحد وأربعين بينما الكهنة أربعة تلاف متين تسعة وتمانين المفروض العدد بتاعهم يكون تقريبا حوالي ضعف الكهنة نتيجة للإحتياج المتزايد وخدمتهم الكبيرة ليه مرضوش يرجعوا في ناس منهم بأملكة أراضي في ناس منهم عملوا تجارة في ناس منهم مش عايزة تتعب وتمشي في المشوار والصفر والمخاطر في ناس منهم قالك احنا في قانون روحي فهنبتجي علينا لأن احنا لويين وطبع ربنا إنما إحنا عايشين براحلتنا محدش بيحسبنا وما نحطش نفسنا تحت وطئة القانون بتاع موسى والوصايا وفي ناس منهم الساكن جينيريشن دول ما فكروش أصلا في أرشالين فقالوا احنا نعود مستريحين ومبسوطين القيمة التال خمسة هم قيمة النس نيم ودول أحفاد المديانين والجابعونيين ودول اللي كانوا بيخدموا أيام موسى ويهوشع ويشوع الكاهن ويكرسهم داود الملك لخدمة مساعدة الكاهنة وكانوا بيعفهم الضرائب ودول جم ورجعوا فدول كانوا بيساعدوا اللويين يبقى الكاهنة واللويين والنس نيم يساعدوهم وآخر مجموعة بني عبيد سليمان ودول من ناس للكين عانيين اللي خلاهم سليمان يساعدوا النس نيم فبقى الكاهنة اللويين النس نيم وبعد كده بنوا عبيد سليمان بعدين اللي قينا ناس معرفتش تثبت أنسبها لما راجعوا لأنسبهم لقوا مشكلة مش عارفين فين نسبهم ولقوا إن في مجموعة منهم تتجوزوا تقابقهم أو أجدادهم تجوزوا جوازات غريبة فسقط نسبهم فما بقولش لقيين نسبهم ناس تانية رجعوا والكهنة اللي من دول ما يكملوش في العمل الكهنوتي بتاعهم لأن النس اللي اتقطع منهم كان دايما يقول كده ربنا لازم اللي يكون بيور الدم بيور يهودي بالكامل عشان يحافظ على نفسه خادم للرب يقول كده ربنا في عدد ستاشر أربعين لكان لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخور أمام الرب لو حصل كده ربنا قال سيكون مثل قورح وجمعته كما كلمه الرب على يد موسى بعد كده ابتدينا نشوف الناس اللي رجعوا وعمل عزرة بيهم حصر وحتى حصر العبيد والإماء سبع تلاف والمغنيين والمغنيات اللي بيغنوا في الحفلات بتاعتهم والفرح أفرح بتاعتهم متين والدواب عمل حصرهم كلهم وبعدين لقينا أن الناس اللي مجوش دفعوا العشور والناس اللي نزلوا خدوا العشور وخدوا أيضا اللي يحب يدفع فوق العشور ومن منهم كمان ضحى ورجع ليه البتاع مرة تانية وشالوا معاهم فلوس صح التالت بقى نقول بسرعة تانية نحن كنا خدنا من يدوب بس ثلاثة أعداد نكام تدي كان نعيده تاني النهاردة ونكمل مع بعض الإصحاح التالت الإصحاح الأول والتاني قلنا في رحلة الرجوع خدوا قد إيه فاكرين قلنا المرة اللي فاتت خدوا أربع شهور في رحلة الرجوع مسافتها كانت قدي سبع تلاف مايل المسافة الحقيقية أقل من سبع تلاف لو عملت لها خطة مباشرة لكن هما طلعوا الفوق وبعدين نزلوا كده اللي خلهم عملوا كده إن في قبائل ممكن تحاربهم ودور راجعين معهم مش الأسلاح ولا أي حاجة طبعا كانوا راجعين بأمر الملك لكن ممكن في الطريق حد يعتدي عليهم فربنا أرشادهم لسكة مشوا منها زربابل وياهوشة ومعاها الناس ديت لما رجعوا الأرض فضلوا ثمان شهور ما يعملوش حاجة غير إنهم بيرواقوا ينظفوا الحاجة وبتموا قوي قوي إن يبتدوا أول حاجة يعملوا المسبح فهنشوف دلوقتي إقامة المسبح يبقى هما رجعوا القرار رجع سنة كان بتاع رجوعها خمسمائة ثمانية وتلاتين قبل الميلاد وبعدين رجعوا فأربع شهور وبعدين قعدوا ثمان شهور تاني يعني دلوقتي بقت سنة خمسمائة سبعة وتلاتين قبل الميلاد يعني عدة سنة من قرار كورش الشهر ده باللي خلاهم بقى اجتمعوا فين الشهر ده شهر السابع الشهر السابع ده شهر الأعياد اللي بيحبوها اليهود قوي قوي والشهر ده مشهور جدا اسمه شهر تشرة عند اليهود فيه ثلاث أعياد كبار جدا يوم واحد سبع عنده عيد الأبواق ويوم عشرة سبع عيد الكفارة العظيم اللي فيه التسين بتوع عزازيل اللي التس بيتدبح وياخدوا دمه يلطخوا بيه التس التاني ويجروا كنا شرحناها قبل كده من فترة في الاجتماع وبعد كده العيد يوم خمستاشر سبعة عيد تاني يسمه عيد المظال يقعدوا واسبوع يحتفلوا بعيد المظال دوت اجتمعوا كلهم بقى كرجل واحد بس كان المكان شكله متبهدل الحطام في كل حتة القيادة الكهانوتية كان مين ياهوش عبن ياهو صادق القيادة السياسية كان زير بابل واخواته وكان فيه رجال ونساء واغنياء وفقراء كبار وصغار اجتمعوا حوالين المسبح بنوا بس المسبح الأول ليه لأن الهيكل كان كبير قوي وكان منهدم فكان عشان يشيلوا الهد ده كله ويبتدوا يوضبوا يبتدوا يعملوا لقوا نفسهم هياخدوا وقت طويل جدا وهما المهم أن يقدموا زبيحة لله فقالوا طب نقدم الزبيحة نبني الأول نرمم المسبح الأول فرمموا المسبح وابتدوا يتجمعوا كلهم حوالين المسبح وابتدوا يصلوا المشكلة الكبيرة أن كان فيه شعوب حوالهم ما تتمنى لهمش الخير وهما كانوا خايفين منهم من السامرين هنشوفهم في الإصحاح ده ونهار دي بنطلع بقى عزرة تلاتة الإصحاح العدد الأول يقول ولما استهل الشهر السابع يريد تطلعوا معاكوا اللي عادين معنا في الكنيسة لما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشاليم ده الشهر السابع اللي قلت لكم عليه اسمه شهر إيه تشرا اجتمعوا كلهم كرجل واحد يعني كلهم ليهم هدف واحد لما الناس اجتمع كرجل واحد في الطلبة ربنا يستجيب للطلب لما نتكمع في الكنيسة نصلي من أجل حاجة واحدة كلنا بقلب واحد ربنا يستجيب وقام يهو شوع ابن يهو صادق وإخواته الكهنة طبعا هو والكهنة عددهم أربعة تلاف وزربابل ابن شلتائيل وإخواته زربابل وقريبوا اللي هم القادة السياسية وبنوا مسبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله ابتدوا يحطوا المحرقة ويصعدوها المحرقة دي يحكي لكم بعد شوية الزبايح دي أشكال هاي واقاموا المسبح فين بقى في مكانه في مكانه بالزبط ربنا يهمه جدا كل حاجة تمشي مزبوطي ولا قاس ربنا احنين أربنا احنين وقلبه طيب جدا ورحمته لا نهاية لها لكن الكلام اللي يقولوا بيبقى عايزوا تعمل بالزبط زي ما هو عايزه فهم كانوا دقيقين جدا فعملوا المسبح في نفس مكانه اللي فيه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي ليه بقى شعوب الأراضي دولة دولة لما جم سابوا الملك بتاع أشور سبق الأصباط العشرة اللي فوق خد الناس المسبيين كانت مملكة أشور تعمل كده تودي الناس دول في حتة وتجيب الشعوب التانية تسكنهم مكانهم فخدوا كل الشعوب بتوع المنطقة سكنوهم فين في نينوة وجابوا الناس بتوع الشعوب التانية بتاعت نينوة وبابل سكنوهم مكانهم فحصل الإحلال لما الناس دي بقى ابتدت تعمل ترجع أو لما رجعوا كانت الناس اللي جابوهم دول بقى لا عرفوش رب إله إسرائيل ده غير اسمه بس إنه هو اسمه يهوى وإنه إله عظيم قبل لكن طريقة عبادتهم ما عرفهاش هم كلهم وسانيين فراحوا ابتدوا يقدموا أليه وسانية فربنا راح نسلط عليهم أسود وسباع بقتكلهم فخافوا جدا فبعتوا للملك وقالوا له السباع بتطلع تكلنا فراح بعت كاهن وقال لهم لأنكم انتم ما تعرفوش شريعة يهوى شريعة يهوى إله إسرائيل ده ليه شريعة معين فبعت لهم كاهن ابتدى يعلمهم الشريعة فالشعب خارج يعمل ايه عمل بقى ديانة غريبة جدا ديانة كوكتيل من ديانات الشعوب الوسانية زائد إله يهوى فبقوا إيه اللي اتنين مع بعض خليط عجيب جدا دولة اللي بقى اسمهم السامريين فاكرين المرأة السامرية أما كانت بتقولوا أبقنا سجدوا في هذا الجبل وانتم بتقولوا السجود في قرشاليم كان في عداوة بقى بين السامرين وبين اليهود ليه لأن اليهود بيعتبروهم إيه دخلاء خدوا أرضهم خدوا حاجاتهم وأيضا كمان ما بيعبدوش إلههم فالسامرين دول اللي هما شعوب الأراضي هيبانوا قوي قوي في الإصحاح الرابع يقول لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي وأصعدوا عليهم محرقات للرب محرقات صباح ومساء كانوا بقدموا بالليل محرقة تفضل ولعا لغاية الصبح وقبل ما يضفي نارها يولعوا محرقة الصبح وقت تفضل لغاية الغروب ومحرقة الغروب لغاية الصبح وهكذا كل يوم المحرقة دي تبقى صاعدة أمام الله رائحة سرور يقبلها الله فيتنسم الله رائحة صرور عن الشعب آآ نشوف بقى من عدد أربعة هيبتدوا يرجعوا ايه بقى الاعياد نقرأ من عدد أربعة وحفزوا عيد المظال كما هو مكتوب عيد المظال ده كان ايه؟ عيد يبتدي يوم خمستاشر سبعة في نص الشهر ويده يوم اتنين وعشرين سبعة يعني ياخد أسبوع كامل في أثناء الاسبوع دوت كان كل يوم بيتقدم زر محرقة لله ارداء لله أول يوم كان يقدمه تلاتاشر تور تاني يوم بيقدمه اتناشر تور وبعد كده من اليوم التالت لليوم السادس كل يوم يقدمه احداشر تور واليوم السابع يقدمه سبع سيران تاني انا بحكي لكم على عيد المظال التقس بتاعه ايه؟ اولا ما عدوا ايه عيد المظال خلينا نفتكر نقول مع بعض يالفاكرينه يبتدي يوم خمستاشر سبعة اللي هو اسمه تشرة الشهر ده اللي فيه تلات اعياد عيد الابواق وعيد الكفارة وعيد المظال عيد المظال ده من خمستاشر سبعة لاتنين وعشرين سبعة العيد ده بقى بيب ليه؟ العيد ده بيفكرهم بغربتهم في البرية في سينة الاربعين سنة عشان كده في العيد ده كان كل اللي ساكن في بيت يسيب بيته ويابنوا مظال من الخوس ويعودوا تحتها في الصحرة عشان تفكرهم بأيام ما كانوا متبادلين في الصحرة وبيلف وكمان بيفكرهم اليوم ده يوم خمستاشر سبعة ده في ايد المظال ذكر تدشين هيكل سليمان فاتخيلوا بقى الشعب اجتمع وشايفين الهيكل المتحطم وبيفتكروا اليوم اللي تدشين في الهيكل دوت يفتكروا الاحتفالات العظيمة اللي كانت فيه بيتركوا مساكنهم ويقيموا في خيام ومظال عشان يفتكروا أنهم غرباء عن الأرض وكلمة المظال دي تفكرهم بأن ربنا عمل لهم في السماء مكان بتاعه هو ومجاهزه له ماما فيعيشوا غرباء دايما فاكرين أنهما ميش من الأرض دي كان ربنا حط لهم العيد ده للفكرة دي يسمى عيد المظال وسموه المظال لأنه بيعودوا تحت زلال وخيام وبيعودوا تحتها عشان يفتكروا أن فيه فرق كبير قوي بين الأرض اللي أنا غريب فيها ومتعبها والسماء بقى المكان الحلو اللي ربنا أعدوا لهم بيستمر سبعة أيام قلتلكوا اليوم الأول 13 تور اليوم الثاني 12 اليوم الثالث لغاية السادس 11 11 11 11 واليوم السابع سبع سيرون إيه الفوائد الروحية بقى بتاعت العيد ده إن بيتعلموا منهم أنهم غرباء ونزلاء على الأرض ولازم يفتكروا ربنا فيقول إيه بقى من عدد أربع لعدد ستة نقرأ بقى وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب ومحرقة يوم في يوم بالعدد المرسوم أمر الرب بيوم وفاكرين 13 11 وبعد ذلك المحرقة الدائمة وللأهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة يعني إيه بقى عملوا سكاديوال كده الأعياد بقى اللي كانوا بيعيدوها وخمسين سنة سبعين سنة دلوقتي ما عيدوهاش حطوا بقى جدول هنختفل بالأعياد دي بقى شهر 12 عندنا العيد الفلاني شهر 13 العيد الفلاني فيه كالندر كبيرة قوي موجودة لليهود فيها الأعياد الرئيسية كل عيد على فكرة من دول يشير للسيد المسيح والزبائح الخامسة اللي بيقدموها تشير للمسيح عشان كده دراسة روعة قوي الأعياد اليهودية وارتبطها بالأعياد المسيحية وزبيحة زبائح اليهود الخامسة وارتبطها بزبيحة الصليب كل واحدة من دول دراسة رائعة وجميلة جداً اللي حب يتعمق في دراسة كلمة الله يقول إيه وبعد ذلك المحرقة الدائمة للأهلة ولجميع مواسم الرب المقدسة ولكل من تبرع بمتبرع للرب يعني اللي تبرع بحاجة ربنا فكيرها لي عدد ستة ابتدأوا من اليوم الأول من الشهر السابع اليوم الأول ده لوعيد الأبواق يصعدون محرقات للرب وهيكل الرب لم يكن قد تأسس يعني هم بيصلوا على إيد الوقتي المسبح بس المسبح كان قدام كده زي الترابيزة بتاعتي كده والهيكل هو اللي بعد كده فهما بنوا المسبح بس الهيكل ما له متهدم بقى الطوب فابتدوا يعملوا إيه بقى ندخل في الأعداد اللي بعد كده ابتدوا يفكروا يأسسوا الهيكل يعني يأسسوا الهيكل يعني يلموا المتكسر ويشلوا وينظفوا الأرض ويحطوا أساسات عشان يعملوا عليها الهيكل الجديد ما هو الهيكل يتهدم خالص لازم يبنوا هيكل جديد بقى فدي كلمة يأسسوا يعني إيه يأسسوا يحطوا الأساس من عدد ثمانية لعدد تلاتاشر بيبتدوا بقى يفكروا يأسسوا تعالوا نشوف من سورة عدد سبعة من عدد سبعة يقول إيه وأعطوا فضة للنحاتين والنجارين يعني إيه النحات ده اللي هو بيعمل إيه بينحط الحجار فابتدوا يجيبوا حجارة من الجبل وينحطوها عشان تستخدم في بناء إيه الحيطان بتاعة الهيكل الجديد طيب واحتاجوا إيه كمان خشب ده ما هيبقى في حاجات كتيرة خشب فجابوا النجارين والخشب هجيبوا منين هتشوفوا دلوقتي طيب النحاتين والنجارين ده اللي دوهم إيه فضة يعني دوهم فلوس فلوس من الفضة ومأكلا ومشربا وزيتا للصيدونيين والسوريين من الصيدونيين لهم بتوع بلد الصيدون والسوريين بتوع بلد صور ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافع حسب إذن كورش ملك فارس ليهم يعني إيه كلام ده الخشب هيجيبوا منين ما عندهم شغل بلدين صيدة وإيه وفي لبنان صور وصيدة البلدين دولة في لبنان طبعا مشهورة قوي بالأرز خشب الأرز فبيجيبوا الأرز طب هما عشان يشتروا خشب لازم يدفعوا فلوس فبعتوا إيه مكان الفلوس مأكل ومشرب وزيت ليه يدوهم بدل الفلوس مواد تموينية فيدوا مواد تموينية ويستوردوا إيه حاجات طب والزيت ده جابوا منين زيت الزيتون ما هو موجود هناك مش موجود كتير هناك فيصدروه لهم فده اللي عنده حاجة زيادة يديها لده مقابل تبديل حاجات مع بعض فالصيدين ياخدوا يديهم الخشب وياخدوا منهم أكل وشرب وزيت زيت الزيتون والزيتون بتاعهم يودوا ليهم هناك فعملوا كده عشان يأتوا بخشب أرز من لبنان لبحر يافى اللي هو يزقوا بقى الحاجات دي في البحر بتمشي ويفضلوا بقى يقضوها بملاكب لغاية لما يوصلوها ليافى ومن يافى يجدحرجوها بقى ويجيبوها إلى أورشاليم وفلسطين حسب إذن كورش ملك فلسطين طبعا لو كورش ما كانش أذن ما كانوش سامحوا لهم ياخدوا ليه لأن معنا كده نعملوا صورات وتمرد على الملك كورش ودي اللي هيخدوهم بقى الساميرين هيبتدوا يتهموهم بكده أن انتوا جايين تعملوا صورة على الملك وتقيموا بلدكوا مرة تانية وتحاربوا الملك العظيم كورش هنشوفها في الإصحاح الرابع يبقى النحاتين والنجارين يدوهم فضة والصيدنون والسوريين يدوهم إيه مأكل ومشرب علشان وزيت علشان يجيبوا إيه الأدوات بتاعته وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله إلى أورشاليم في الشهر التاني طب يحسبوها بقى في السنة التانية في الشهر التاني يعني عد عليهم قد إيه من من ساعة لما جم سنة وشهري سنة وشهري من ساعة لما جم طب ليه السؤال إيه اللي قعدهم سنة وشهرين ولسه ما وضبوش يعني محتاجين الحجارة وتوزبطها والخشب يجي فدي اللي خلتهم استنوا الوقت ده بس طبعا هم بيستعملوا إيه المسبح في صلواتهم فعملوا إيه بقى في السنة الثانية من مجيئهم لبيت الله إلى أورشاليم في الشهر التاني شرع زرباب لابن شل تائيل هنا ذكر زرباب للاول ليه لأنهم يشتغلوا شغل مدني الاول ذكر يشوع لأنه يشتغلوا شغل الصلاة هنا قال شرع زرباب لابن شل تائيل ويشوع ابن صادق وبقية إخوتهم الكعنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشاليم وقفوا بقى كلهم عملوا حفلة كبيرة قوي الحفلة دي إيه بقى الحفلة دي اللي هيدشنوا فيها يصبوا أساسات الهيكل لموا بقى ما هو في الشهر ده كمان لموا الحاجات المتكسرة والمحرق كله شلوا هيبتدوا بقى يحطوا الأساسات الجديدة ويبتدوا يعملوا إيه اللويين عددهم إيه إليه فلازم يرسموا لويين يقيموا لويين زي ما كنيسة كده يبقى فيها شمامسة ليلين فيجي أبو أسقف يقيم شمامسة للكنيسة دي فتجمعوا الكل وابتدوا يحددوا الكمية المطلوبة إلا عايزينها من الخشب والحاجة مين مسؤول عن العمل مين هيشرف على العمل تعالوا نقرأ الكلام ده في الشهر الثاني شرع زلباب لابن شل تائيل ويوشوع ابن يوهو صادق وبقيت إخوتهم الكهنة القادمين من السبي وأقاموا اللويين من ابن عشرين سنة فما فوق يعني من أول عشرين سنة فما فوق يقدر يبقى لاوي يشتغل للإشراف على عمل بيت الرب يبقى مين خطته وحسب الكميات قد إيه وبعتوا اشتروها ويشرفوا عليها نمرة اتنين مين بقى اللي هيكون مسؤول على المشرف على العمل العمل طبعا كتير العمال اللي بتشتغل هنا ولي بيكسر هنا ولي بيعمل هنا مساحة كبيرة يبقى اللويين حطوا لهم لويين زيادة عشان يشتغلوا معهم ويشرفوا على العمل شوفوا النظام كان جميل إزاي ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قدم إيل وبنيه بني يهوزة معا للإشراف عامل الشغل في بيت الله وبنوا حين داد مع بنيهم وإخوتهم اللويين يعني وقفوا كلهم كانوا حاضرين كلهم وبيحكي لك أسماء اللويين اللي حاضر عشان يأكد لك أن الكلام اللي ده كلام مزبوط تماما تماما طب من أول عدد عشرة بقى هيبتدوا بعد ما شاءلوا بقى الحاجات المتكسرة يحتفلوا بالتأسيس بقى هيحطوا بقى الأساسات بتاعة البيت كده تعال ولما أسس البانون هيكل الرب على فكرة ليست الهيكل متأسس ده بحطوا الايه الفونديشن الأساس ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم الكهنة بقى لبسة الملابس الجميلة بتاعتهم واللاويون بني أساف بالسنوك السنوك اللي هو زي الدف بتاعنا كده وقفوا ولاد أساف كلهم بالسنوك لتسبيح الرب عارفين بقى بيبعولوا إيه زي حفلة بقى تسبيح وترتيل عظيم قوي وهم بيشغلين يعني الناس بتشتغل بيحطوا الأساسات ودول شغلتهم التسبيح يبقى في مجموعة بتسبح ومجموعة بتشتغل بأيديها زي الكنيسة عندنا كده فيها الرهبان في القديورة والرهبات يصلوا والخدام والمكرسين والشعب يعملوا الكهنة يخدموا الشعب يبقى مجموعة بتصلي ومجموعة بتشتغل زي يشوع لما كان بيحارب تحت وموسى واقف إيه يصلي فوق بيحتاجين للصلاة أيوة الصلاة من غير شغل ما تنفع وشغل من غير صلاة ما ينفع الاتنين مع بعض يشتغل هنا بقى فرحه قوي وتسبيح ربنا على ترتيب داود ملك إسرائيل يعني ايه على ترتيب داود داود ملك إسرائيل كان بيرتب بقى النغمات عارفين اللي لما يقولك انا حفظ اللحنة هستلموا بالطريقة دي واقول باللحنة زي ما أنا عارفه داود بقى كان محفظهم وكان هم بيحفظوا لدهم فبتدوا يستعيدوا بقى ايه داود والأساف كانوا كتبين نوات موسيقية ويقدروا يرتلوا عليها فيرجع التسبيح زي ما داود الملك كان عامله عدد حداشر يقول ايه بقى وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح لأن الى الابد رحمته مش دي اللي بنقولها في صلاة الغروب وكنوا بنقولها في الترنيمة قلنا لها إسبوع اللي فات في الترنيمة غنوا بالتسبيح والحمد الحمد اللي هو الشكر في تسبيح أنت تحمد تشكر تتنغم في جمال الله يا سلام يا رب على روعتك يا سلام على حنانك يا سلام على حبك يا سلام على على قدستك يا سلام على ضياءك يا سلام على محبتك اللي نهائي يا سلام على عدلك يا رب تسبيح يا سلام على عودك الصديقة يا رب يبقى شكل لديدات التأسيس إيه بقى النحاتين والبنيين والنجارين شغالين اللويين والشعب وقفين الكهنة لبس اللبس بتاح الأولاد الصغار وقفين بقى يساعدوا منظر جميل قوي أصوات المزامير والترنيم الولاد يقولوا والكبار يلحنوا ويقولوا السيدات يشتغلوا ويجيبوا أكل ويعملوا أنا بتخيل المنظر كده يعني جيبوا أكل ويعملوا فرحانين للشعب وكلوا الكهنة لبسة ما لبسها الكهنتية ومسكين الأبواق يبوقوا كأنهم في عيد وفي احتفال كبير قوي واللويين يحملوا الصنوج والتسبيح حد من الأباء كانت أمل قال وكان وسطهم روح أرمية الله أرمية اللي كان بيعيط على المدينة لما تحرقت فاكرين كده كتب مراسي أرمية يقول أرمية بقى النبوة موجودة فين أرمية تلاتة وتلاتين عشرة فتكروها أرمية تلاتة وتلاتين عشرة راهالكوا دلوقتي بيقول إيه بيها أرمية اللي تكلمهم على الخراب اتنبأ إن في يوم من الأيام شافوا أرمية بعينه بعد أكتر من سبعين سنة هيحصل قال إيه بقى هكذا قال الرب يعني الكلام ده من عند رب سيسمع بعد في هذا الموضع الموضع اللي يتحرق ده سيسمع فيه صوت الطرب صوت الفرح صوت العريس وصوت العروس يعني العروس أو العريس وقفين يمجدوا ربنا ويسبحوا صوت قائلين بصوا ده حتى حدد الترنيمة احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته يا يعني كأن ربنا سمح لروح أرمية تشوف عبر سبعين سنة إيه لا يحصل وكتبه لهم فحد من الأباء قال أكيد أرمية اللي تنبأ ده كان واقف وسطهم فرحان طب لو عايز أسألكوا السؤال إيه الدافع اللي خلى الناس تعمل كده أول دافع الغيرة غيرة أني أني نفسهم يبقى عندهم الهيكل زي ما كان زمان اتنين الاحتفال الجميل ده بيسخن الناس أما تلاقي بصلا الكنيسة كده فيها تسبيح قوي تلاقي نفسك فرحان اللي لما تلاقي ده بيخدمه ده بيشتغل نفسك أنت ما الجو المحيط حواليك الانفيرومنت اللي حواليك كان مدي لهم موتيفيشن أن كله يسبح وكله يعظم اقتنعهم بأنهم بيعملوا مشيئة ربنا أن ربنا عايزهم يعملوا كده كونك تبقى مقتنع أن ربنا عايزك تعمل حاجة ده بيدي قوة من جواك تقاوم أي معطلات يعطلها لك أي حد من بره أو الشيطان إحساسهم بالقهر اتقهروا في البلاد بتاعة بابل وما صدقوا رجعوا بقوا شوية أحرار بعد ما كانوا مزلولين في البلاد ديت رجقهم أن هيتجمعوا تاني وأن هيعيدوا مملكتهم يعيدوا مملكة داود وسليمان وأحلامهم الكبيرة ويبقوا عندهم ملك هل كان لهم ملك في الحقيقة لا فضلوا تحت الحكم الأجنبي لغاية لما جاء المسيح يعني بعد بعد الفرس جي اليونان وبعدهم جي الرومان وفي عصرهم جي المسيح عشان كده اليهود ما كانش في ايدهم يحكموا بموت حد المجمع كان لازم الملك يصدق الملك الكبير قيصر كان بيعني عين والي كان الوالي بتاعت المنطقة ده هو مين بلاطس الوالي وتحته اليهود بيتحكم فالشعب كان فرحان قوي بالتأسيس نشوف من عدد اتناشر يقول ايه اللي حصل وكسيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الاباء الشيوخ شيوخ بقى اللي هم الكبار في السن الذين رأوا البيت الاول البيت الاول اللي هو هيكا المين سليمان بكوا بصوت عظيم تضيوا عياته عند تأسيس هذا البيت امام اعينهم وكسيرون كانوا يرفعونها اصوتهم بالهتاف بفرح يعني ناس بتعيط وناس فرحان واختلط الدموع الفرح بدموع الحزن طب الحزنانين على ايه على مصرهم الهيكل العظيم اللي اتهد يا كان عندنا هيكل يا رب خطيانا اللي عملت فينا كده سمحنا يا رب احنا اللي عمل لك ده في نفسينا انت صادق وامين الشعب التاني شكرا يا رب ان انت رجعتنا ارضينا شكرا يا رب ان احنا هنعيد بناء اليك التاني فاختلطت الايه الدموع عشان كده يقول في عدد تلاتاشر ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب لان الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى ان الصوت سمع من بعد ابتد الشعوب اللي حواليهم يسمعوا الصوت التسبيح ما انت عنده خمسين الف بيسبحهم فابتدت الشعوب الاخرى تسمع الاسوات ومن هنا الشيطان هيجي بقى ايه يعطل الدنيا بقى نشوف في الاسحاح الجاي طيب هيكل سليمان وهيكل زربابل تعال نعمل مقارنة بين هيكل سليمان وهيكل زربابل ليه ايه الفرق منهم هيكل سليمان كان نقاية في الروعة والفخامة والزخرفة ده بفضة احجار كريمة خشب قيم قوي حاجة عظيمة كان هيكل ما اتعملش زيه يا خالص هيكل سليمان ده طب هيكل زربابل على ده حالهم اقامش فلوس زي ده سليمان نفسه الملك كانش مع الفلوس ده ابو داود هو اللي كان بيحوش له الفلوس والدهاله علشان كده هنشوف بقى الاسبوع اللي بعد جاي في حقاي حقاي النبي لما جيه الناس قاعدوا يعملوا ايه بقى يوقوقوا يعملوا ايه يوقوقوا يعني ايه وقوقوا يعيطوا يعيطوا يقولوا ايه اول لما ابتدوا بقى يطلعوا بالحيطان ايه ايه ده ده يطلع ايه ده يطلع ايه ده بالنسبة للهيكل الاولاني ده كلام ده كان فيني الهيكل الاولاني يا عم طب افرح معهم عشان كده حقاي قال لهم ايه بفع اصحاح اتنين قال لهم الذي رأى هذا البيت في مجده الاول وكيف تنظرونه الان اما هو في اعينكم كلا شيء يعني اللي كان شاف الهيكل الاول شايف الهيكل دلوقتي ده ايه ولا شيء يعني مش في الفخامة بتاعته طبعا هيكل سليمان كان فيه ملحق للمباني وكانت المدينة حية ومزدهرة لكن الهيكل ده المدينة متخربة وخالية ومفوش مباني خالص هو الهيكل والمسبح قدامه التاني بقى كان فيه مباني خاصة بقى بالاطفال ومباني خاصة شكلت لها حتى زمان قبل هيكل سليمان فاكرين لما كان صامي للنبي كان بيقعدوا وعملين لهم اماكن وكانش فيه الحاجات دي خالص فالهيكل كان يا دوب مفوش اي مباني غير الهيكل بس هيكل سليمان بقى كان فيه تابوت العهد والهيكل ده مفوش تابوت العهد عشان كده على فكرة الناس دي كانت شايف انه هو لشيء يعني يعني بالنسبة للهيكل الاولاني ده ولت لا حاجة الهيكل الاولاني بتاع سليمان بنية في سبع سنين الهيكل ده اتبنى في اربع سنين بس لان العمل اتوقف ستاشر سنة هنشوف الاصلاح الجاي الشكاوي اللي فضلت تروح لقنبيز ابن كورش كورش بقى ساعتها نشغل في حروب وقنبيز ابنه مسك الحكم اول لما وصلت له الشكاوي دي هم بقى رتبوا الامور حاكم المدينة والحشاء اللي حوالين الملك ويتفعلهم رشاوي ويبعتوا جوابات ثلاث شكاوي كبيرة رحت للملك فامر بوقف البناء لغاية لما يشوف الموضوع وفت نسى الموضوع الوقف ده المدة كام سنة ستاشر سنة من خمسمية ستة وتلاتين الله هو خمسمية تمانية وتلاتين الامر بالرجوع يعني احتفلوا بس سنتين وبعدين اتوقف البناء بتاع الهيكل ستاشر سنة لغاية سنة كام خمسمية وعشرين السنة التانية من ملك داريوس في السنة التانية من ملك داريوس داريوس طلع قرار هنشوفه باعادة البناء فبسرعة بنوا فاربع سنين فاتبنى بس فاربع سنين طب هيك السليمان انا بقارن ما بين هينك السليمان وهيك الزور بابل هيك السليمان بني والمملكة واحدة قوية في اوجه عظماتها كان فيه كم سبت موجود في هيك السليمان عشر اصباط فوق وسبتين تحت اتناشر سبت كلهم تب ده بنية في جزء من الناس كم سبت هم اتنين بس العشر اصباطت شتتوا فوق في بابل وفي نينوة محدش رجع منهم رجعوا دل دلوقتي تصبت بتاع يهوزة وبين يمين الهيكل سليمان بنية في وجود ملك سليمان كان قوي وحكيم معظيم دولة بنييه وقت ما فيش ملك فيهم الملك كان هو بتاع فارس وهم كان لهم ولي بس مجرد يشرف على العمل عشان كده كان فرق كبير بين هيك السليمان وهيك الزور بابل طب سؤال هو مش اتنين اسمهم هيكل ربنا ليه بقى اسم هيكل سليمان وليه اسم هيكل الزور بابل هيكل سليمان لانه سليمان اللي بنا وهي كالزور بابل لان vivana الى بعد كده فاكرين جم قالوا للمسيح إيه لما قالوهم اهدموا هذا الهيكل وأنا في سلسة أيام أقيمه قالوا له إيه قالوا له هيرودس المالك بنى الهيكل ده في ستة واربعين سنة وأنت جيد تقيمه في ثلاثة أيام والمسيح كنت يكلم على هيكل جسده اهدموا هذا الهيكل هيكل جسد وأنا في ثلاثة أيام هاقيمه ها أقوم من الأموات هم فكروا بيقول على الهيكل ايه اللي موجود الهيكل اللي كان موجود وقت المسيح ده مش هو هيكل سليمان لان هيكل سليمان اتهد مش هو هيكل زربابل كان اسمه هيكل هيرودس لان هيكل زربابل ده فضل من سنة 516 لغاية قبل في سنة قبل مجيء المسيح بعشرين سنة فمين بقى اللي عمله وضافه وعمله بقى مباني ملحقة ووضابه وطوره هيرودس الملك عشان كده تسمى هيكل هيرودس عشان كده قالوله هيرودس بنا الهيكل ده في 46 سنة يبقى من عشرين قبل الميلاد لسنة كام 26 ميلادي فيجي لك حد بقى يقولك انتو بتسموا الكنايس بأسماء القديسين ليه بنقوله طيب يقولك مش كلها كنايس ربنا يعني ايه تقولوا كنيسة العذرة وكنيسة ماري جرجس وكنيسة الملاك وكنيسة ليه يعني وكلها أسماء هيكل ربنا بنقوله طب هنسألك سؤال تاني هيكل سليمان هيكل ربنا اه تسمى ليه في كتاب هيكل سليمان طب وزر بابل مش هيكل ده بتاع ربنا برضو اه تسمى ليه بزر بابل هيكل هيرودس مشان اه ده احنا بنطلقه على الشفية بتاع الكنيسة لكن طبعا كله معروف ان ده بيت ربنا طب ما احنا عندنا كمان تاني الاناجيل ليه بنسميه انجيل متى ومرأسه ليه اه يحنى انهم اللي كتبوا بينما كله كله كلام الله وكلام الروح القدس صح ليه بنما عشان نميز ما كتبوا كذا وما كتبوا كذا فعشان كده حتى اللي قالوا لنا البروتستانت اللي بيحتاجوا علينا ان احنا بنبني كنايس بأسماء القدسين هم لما بيعملوا كنايس عشان يميزوا هيقولوا كنيسة القداسة كنيسة النور كنيسة النهضة كنيسة مسيح نور العالم كنيسة المسيح لكل العالم عشان يفرقوا ما بين حاجة وحاجة طيب يبقى الاصخح دوت فيه بقى رجع الشعب وبنى هل الشيطان هيسكت لأ شوف بقى اصحح الرابع المرة الجاية هيقوموا بقى بايه السامريين اللي حواليهم بقى هيحاولوا يعطلوا الشغل فهيحاولوا يدخلوا بينهم يعطلوا الشغل هنشوف ازاي يحاولوا يدخلوا فمنفعتش الخطة الاولى هتنفع الخطة التانية بتاعت ايه الشكاوي بقى ابعت شكاوي على طول عشان العمل ايه يتقلب ويتوقف وفعلا قدروا يوقفوا العمل وهنشوف مع نهاية الاصحاح الرابع ان العمل هيتوقف هنا بقى بالزبط يفضل موقف العمل ستاشر سنة يعني من اصحاح اربعة في سفر عزرة هنقف يدخل بقى حجاي بعديه بستاشر سنة طب الشعب في ستاشر سنة عملوا ايه قال لك خلاص ربنا مش رايد عارف ما اسهل حاجة ولكن ربنا مش رايد ربنا مش رايد نبني ليه كل واحد فينا يرجع يبني بيته فكل واحد رجع يبني بيته ويحطوا بقى ذهب في البيوت ويغشوها والناس كسلت خالص عن بناء بيت الرب فربنا قال له الحق يا حجاي روح وقلهم ايه اجعلوا قلبكم على اطرقكم شوفوا كده سبتوا هيك الربنا ورحتوا تبنوا بيوتكم وبعت كده بعت لهم زكريا قال لهم ابن البيت وربنا واقف معاكم وهيقف معاكم وهو نفسه هيجي في البيت اللي هتبنودة بالتجسد فجي حجاي وزكريا فهندرس حجاي وبعدها ايه زكريا يبقى البلام بتاعنا الاسبوع جاي صح الرابع وابتدوا اقروا في حجاي وزكريا يجهزوا نفسكم من اهد لقدام الناس اللي بيسمعوني والاعدين في الكنيسة عشان نقدر نكمل مع بعضينا التأملات ودراسة الجميلة بتاعة هذا السفر الجميل فلس مرة جاء ان شاء الله عزرى الاسحاح الرابع ربنا يديكو كلكو بركة ونعمة ويدينا يشعل قلوبنا ربنا بالفرح وبالتسبيح والشكر الاسم لهنا كل مجد وكرامة من الان وإلى الابد امين تفضلوا نسلي اللهم اقبل اليك صلواتنا يا ربي وبارك على كل الحاضرين وكل اللي بيشتركوا معنا وسمعنا الان بشفعة العذرى امنا الطهرة مريم كل ما صاف شهدائك والقديسين استجيب لما دوق بالشكر ونقول يا ابانها اللذي في السماوات قدس اسمك قدس اعطينا اليوم اخفر لنا زنوبنا محبة الله لاب ونعمة ابن رحيد شركة ومهبة وعطيت الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام ربي احفظكم جميع تشو تسلو المترجم للقناة